يقول عندما نأتي الى المضمون يقول لو ان هذه الكتب الاربعة والاصول المعتمدة وصلت الينا بلا اختلالات واضطرابات وزيادات ونقيصة في المات لسلمنا معكم ولكن عندما نرجع الى هذه الكتب الاربعة لا فقط نجد الاختلاف فيما بينها بل نجد ان الشخص الواحد هو الشيخ الصدوق هو الشيخ الطوسي هو الشيخ الكليني عندما ينقل رواية واحدة في مكانين ينقلها بمتن واحد له بمتون مختلفة وكيف نطمئن فحتى لو سلمنا معكم ان الشهادات شهادات ماذا حسية وانها صادرة ولكنه لطمئنانا بماذا لطمئنانا بالمتون هاي المتون فيها زيادة وفيها نقيصة وفيها اضطراب وفيها اختلال حتى ذكر البعض هذه تحققوا لي لانوان الكتاب ما كان عندي ينقل بعض عن كتاب خبر الواحد مستنده وحجيته صفحة خمسة واربعة وخمسين اللي مؤلفه محمد رضا رضوان طلب حسنا ما عرفت ايضا بأن هذا الكتاب فارسي عربي مولانا لانه اندى انقله من مصدر ولهذا ما مطمئن لا ذكرت المصدر له خبر الواحد مستنده وحجيته محمد رضا رضوان طلب ينقل عن السيد الزنجاني المعاصر اللي هو كثيرا مشتغل على كتب الحديث والحق من الخبراء في هذا المجال ينقل هذه العبارة اللي هي جد خطيرة اعزائي التفتولي يقول ان كل سطر في الكافي مو كل حديث كل سطر في الكافي لا يخلو عن ارتباك يخلو بالمعنى بينك وبين الله اذا كان الكافي هذا حاله فما بالك ماذا بالطوسي تعلمون انه معروف كتب الشيخ الطوسي ماذا معروفة بالارتباك والاضطراب والزيادة والنقصة يقول البعض سيدنا لماذا انت قلت من محورية اسلام الحديث الى محورية اسلام القرآن لا اقل هذه الزيادات والنقيصات والاضطراب والتلاعب والنقل بالمعنى والتقية والتصحيف والكذب والدجل والغلو لا موجودة في القرآن بعد نعم فقط يوجد انه فهم القرآن نختلف ولكنه بعد هذه كلها بعد لا توجد استفتولي جيدا كلها لا توجد طبعا مع علامة استفهام لا توجد في القرآن حتى بعد ذلك لنرى انه يوجد في القرآن او لا يوجد يأتي ان شاء الله شوي انتظروا لي شيئا قليلا حتى مو فقط انه صر كذا الحديث القرآن راح يأتي البحث فيه هذا كله انت كعالم لا بد ان تتحقق منه اذا جاءك واحد قال هكذا ماذا تقول ولهذا اعزائي انت عندما تراجع الرسائل الاصولية هو انصرم الان هذا الرسائل الاصولية اه بل الرسائل الاصولية للوحيد البهبهاني صفحة ستة واربعين وصفحة مية وتلاثة وتسعين يقول صفحة ستة واربعين هذه عبارته زيادة التوضيح في بيان الاختلالات في المتن يقول سلمنا هاي الشهادة حسية انه صدرت لكن ماذا نفعل بهذه الاختلالات المتنية ثم انه على تقدير حصول العلم باصطلاح المعصوم لا بد ان يحصل العلم باصطلاح المعصوم بالنسبة الى جميع الفاظ ذلك الحديث ان هاي الالفاظ صدرت ممن من المعصوم كما الايات صدرت من نبي صلى الله عليه وانه ومع ذلك ايضا لا يخلو حال الحديث ما اتيت به وابي ودي ان العز البحث مفصل وهكذا في صفحة 193 اعزائي صفحة 193 هذه عبارتهم ومما يشيد اركان ما ذكرناه يعني ماذا يعني المنهج الاصولي يشيد نظرية الاصوليين ان الكتب الاربع عندنا مشتهر اشتهار الشمس ما بمشكلة من حيث السند ماذا ما عندنا مشكلة وقد كثرت قراءتها ومذاكرتها وملاحظتها وبلغت الكثرة غايتها بل واكثر واكثر النسخ قد قرأت كثرة القراءات فيها وصححها المشايخ ومع ذلك لا تكاد توجد نسخة ليست فيها اغلاط مضرة واشتباهات مفسدة إذا كان الكتب الاربع هذه كيف يمكن ان نطمئن هذا كلام من؟ كلام المعصوم حتى انه ربما يعلم ان نسخة الاصل كانت كذلك كما في باب ويذكر مجموعة من الامثلة هذا المورد الثاني يا عزائي موسيقى